الفيوم كان معاهد دكتور رحمة الأنصاري بيشوف وزيان بقول كده الوزير لما بينزل بيشوف بنفسه يكون عنده رؤية أسمع الناس أشوف الناس أخبر طلباتكو إيه ما بنقولش كل حاجة كويسة لا خالص بس نعمل عشان تبقى كويسة قادي مستشفى الجديدة اللي تتعمل مستشفى الفيوم الجديد بيتعمل أهو النهاردة مستشفى كبير يخدم حوالي مليون الفيوم فيه أربعة خمسة مليون تقريبا عدد سكانها معافظة كبيرة عندنا تفقد الدكتور خلاب أفار النهاردة ومعاهد دكتور أحمد الأنصاري جولات ميدانية يقوم بيها وزير الصحة واللي أنا بقول لحضر لكم مهم الكلام ده مهم نعمل هذه الجولات عشان نشوف نشوف مستشفياتنا وحالها إيه ونرفع كفائتها واللي عايزة خدمة نزود عايزين عربية السعاف نزود عايزين سرائل إضافية نزود عايزين وحدات نزود عايزين اللي عندنا نقدر نعمل الكلام ده أقسام بطنة نزود أقسام جراحة نزود أقسام أنف وإذن نزود جلدية نزود لو إحنا محتاجين نزود والخدمة يا جماعة نزود كمان الخدمة ويبقى عندنا وأنا دكتور خلاب أفار النهاردة وأنا بحيه وبشكره لأنه كمان يعني بيستجيب على طول بيستجيب أنه النهاردة إدى تكلفات محددة عشان فيه مشاكل للناس فيه الناس بتشتكي أنت عايز كيس دم طيب بدل ما حد يوجهك عايز دواء حد يوجهك فقرر النهاردة استحداث منظومة خدمة المواطنين في كل المستشفيات خدمة مواطنين تخصيص فرق طبية للاستقبال الناس مواطن رايح عايز بيسأل على حاجة محدش يقعد يلفوف السبع لفات يلاقي مكتب محترم كده يستقبله عايز ده فيه مواطن رايح بس عشان يسأل على حاجة عايز العلاق بتاعي محدش يقعد يدوخه فيلاقي حد بشكرك سيد الوزير دكتور خالدها بفار أنك بتعمل ده بيرشد الناس على إجراءاتهم ويخلصوهم حاجتهم ويأثر عليهم يسهل لهم أنه ياخد خدمة هو جاي الدولة بتدفع مليارات في الخدمات الطبية وممكن واحد يضيع كل اللي بتعمل ده إن أنا جاي أسألك فتلاقي واحد يقابلك ما قابلة مش كويسة أو يقولك تعالى بكرة أنا جايسة على حاجة صحية ايه تسيها بكرة فاش بكرة الصحة دلوقتي حالة صحية الآن الاستجابة الوضع الصحي الآن ما فيش بكرة فالوزير النهاردة بيعمل ده امبارح كالناس بعانا بيشتكوا يشتكوا ما اللي عايز يشتكي يشتكي والنهاردة بيشتكوا ما يشتكي هو أنا يعني بقول بقت منظومة مية في المية ما بقيتش لسه إذا الوزير هو بينزل ليه الوزير لو هي مية في المية كان يقعد في مكتبه في وزارة الصحة هنا ومتشكرين سلامه عليكم إذا الوزير ينبنزل عشان يعرف إنه يعرف الغلط هو دور الوزير نزل عشان الحاجة كلها كويسة لا الوزير نازر عشان الغلط نصلحه وأنا بحييه عشان بيستمع وبيستجيب ويتجاوب وعرف إنه فيه مشاكل والمشاكل دي عشان نحلها طب هو عامل مكاتب خدمة مواطنين النهاردة ليه عشان عارف إنه فيه ناس ممكن تضيع الشغل بيتعمل ده كله فيه وارد بيحصل ما بيحصلش بيحصل طب فيه ناس هتشتك النهاردة لأنه هو بره العلاج غالي بره طب أنا عايز علاج الدولة بتقدمه بالمجان رخيص الوزير النهاردة ريح ليه الفيوم عشان يعمل ايه للناس طلباتكو شكيله هو اللي بيسمع لهم بيقولوله كله تمام ولا بيقولوله مشكلته ايه وبيسمع الوزير بيقعد يسمع الناس وانا الحكاية دي عجبانة جدا طراحة أنا أحب المسؤول اللي يسمع للمواطن أحب المسؤول اللي يسمع لشكاوى المواطن وهذا برنامج يسمع شكاوى الناس ويعرضها ويقولها عشان المسؤول يعرف وهو عارف بس كمان لما يضبق من عندنا كويس ومحدش يزعل احنا كلنا بنشتغل البلد ما المواطن داي كلنا بنشتغل المواطن على فكرة كلنا من أول رئيس جمهوري الأصغر واحد محدش يزعل المواطن يشتكن دا المواطن له حق عنده شكه ولم يبقى عنده شكه وعن حق يقولها ما يخافش لا يقول واحنا صوت الناس وعنديش مشكلة أطلع أتكلم كل يوم عن مشاكلنا عبدا حاجة إيجابية من نقولها والسلبيات لازم نقولها الوزير النهاردة بيسمع الناس بيتكلم عن ناس ويدخل الناس وهم بيتعالجوا طمن طمني وضعك إيه إيه مشكلتك واحد من أربعة شوفوا إيه الحكاية دي حد تاني قبله عندي مشكلة دواء شوف عندك حياة كريمة وشوف مشروعات حياة كريمة النهاردة في إحدى قرى محافظة الفيوم الحاجات دي عندنا عيادات متنقلة كانت موجودة كان بيبقوا عندك عيادات متنقلة بالعداد ديت دي عيادات دي مستشفى متحركة دي وحدة متحركة اللي قدامك الوزير دخل وشاف وفيها إيه الإجراءات قدامك أهو فيها إيه وحدة متحركة فيها وكل حاجة ممتاز أحب أنا الشغل ده أحب أنا الشغل ده أحب الحركة دي أحب الناس اللي تحرك أحب الناس تنزل في الشارع تنزل تسمع وتشوف نفسها بعنيها شغل مكتب ده وأنا أحسن شغل بحب أعمله اللي في الشارع الميداني عشان تبقوا عارفين يعني شوف وأبعد كاميراتنا والناس وزملاء المراسلين زي كده ما هو ده الشغل ميداني كاميراتنا موجودة وهاننا أحاس موجود مع الدكتور خلا بفار مرافق معاه ويسمع الناس ويسمع عشان وأحنا نزل ليه نزل عشان الوزير عظيم حلو أقول لكن كمان نزل أسمع الناس هو دي بتبقى فرصة لأنه كمان الوزير يبقى عارف والوزير بيسمع وبيعرف وبياخد قرارات يعني عجبنا في دكتور خلا بفار أنه رجل جاي عارف الحكاية دي من أولها عارف موضوع مش جاي كده خدها لا ده جابها من تحت لحد ما بقى الوزير فعارف الموضوع يعني لا بيشتك قال هوا مش الناس مش مواطنين ولا يا جماعة ما هوا مواطن وعارف وعنده أهل وعنده قريب وعنده ناس بتقابله وناس بتكلمه وناس بتشتكيله وناس بتبعتله وناس بتبعتله وأنا من الناس ببعتله كل يوم كل يوم وقعد أقول ده على الهوى كل يوم وأي مسئول ببعتله ويرد ويستجيب أفضل أقول كل يوم لأن أنا ما لعنديش طلب خاص عندي طلب عام مش عبو مصر